بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم عزيزي الطلاب والطالبات في درسين جديد من دروس الكفايات اللغوية للصف الثاني الثانوية اليوم نستكمل الحديث في نشاطات التعلم نشاطات التعلم وشاركوني في تقديمي هذا الدرس في لغة الإشارة أستاذة نسري النصار نحن في الوحدة التدريبية الرابعة الوحدة التدريبية الرابعة بعنوان كفاية التواصل الكتابي والكتابة الوظيفية الحديث عن الكتابة الوظيفية أهداف التدريبية لهذه الوحدة يتوقع منك في نهاية هذه الوحدة أن توظف فنون الكتابة الوظيفية وعرافها واسلوبها وخصائصها وعناصرها الرئيسة ومحتويات كل عنصر أيضا تكتب موضوعا وظيفيا مستوفيا عناصره وتلقي كلمات افتتاحية أو ختامية لمناسبة ما وأيضا تصمم مخططات لموضوعاتك الكتابية تساعدك على استفاء العناصر الرئيسة وتلتزم عند كتابتك فنًا وظيفيا بشكله الخارجي المتعارف عليه وآخيرا توظف في كتابتك ما تدربت عليه من مهارات النحو والإملاء والترقيم وأعراف الكتابة هذه هي أهم الأهداف التدريبية التي يتوقع منك بإذن الله في نهاية هذا أو هذه الوحدة أن تكون قد أتقنتها نشاطات التعلم نشاطات التعلم هنا أولا كيف تكتب رسالة شكوى أو طلب كيف تكتب رسالة شكوى أو طلب هنا اختر موضوعا للشكوى وموضوعا للطلب ثم نفذ الإجراءات التخطيطية الآتية هنا إجراءات تخطيطية حتى تكتب رسالة شكوى أو رسالة طلب لاحظ الشكوى حدد موضوع الشكوى في جملة أو جملة قصيرة مباشرة ولخس الأضرار ولخس ما تريد من المسؤولي فعله وأيضا حدد الجهة المستقبلة والمسؤول واللقب الوظيفي هذا في الشكوى هذا في الشكوى وفي عناصر الشكوى هنا في الطلب حدد الطلب أو الطلبات في جملة أو جملة قصيرة مباشرة طلب واحد أو أكثر وأيضا لخس مبرراتك ومؤهلاتك ثم حدد الجهة المستقبلة والمسؤول واللقب الوظيف ولخص ما تريد من المسؤول فعله ولاحظون الشكوى والطلب في بعض العناصر تتشابه هنا يقول نفذ إجراءات نبدأ بالشكوى حدد موضوع الشكوى أو في جمل أو جمل قصيرة مباشرة جميل لنفترض مثلا تعطل التكييف في الفصل تعطل التكييف في الفصل وهذا موضوع بمكانك تأتي بميز موضوع تريد ما الأضرار؟ هنا تلخص الأضرار ثم تلخص أو لخص ما تريد من المسؤول فعله هنا لخص الأضرار تقول شدة الحرب تعطل تكييف تأكيد شدة الحرب معاناة الطلاب في الفهم معاناة الطلاب في الفهم لخص ما تريد من المسؤول فعله جميل هنا التوجيه بإصلاح العطل التوجيه بإصلاح العطل هذه هي عناصر حدد الجهة المستقبلة المسؤول واللقب الوظيفي الجهة المستقبلة والمسؤول واللقب الوظيفي كي تقول مثلا المكرم مدير مدرسة الأستاذ وفقه الله مدير مدرسة هو المسؤول عن ذلك في الطلب هنا حدد الطلب تأتي بطلبين أو طلبات تريدها في جملة أو جملة قصيرة بإمكانك أن تكتب أيضا طلبات وزملاك كذا كيكتب وما تريد ونحن سنضع مثالا طلب هنا نقول مثلا إقامة محاضرة إقامة محاضرة للتوعية بأضرار التدخين مثلا هنا طلب لخص مبرراتك ومؤهلاتك أو معنى لماذا أو ما السبب هنا في إقامة هذا الطلب وأيضا بعد ذلك الجهة والمسؤول ولخص ما تريد فعله من المسؤول أو من المسؤول فعله هنا اكتشاف حالات مثلا هنا المبررات نقول مثلا اكتشاف حالات في المدرسة اكتشاف حالات في المدرسة بعد ذلك ماذا تريد من مسؤول فعله المشاركة المشاركة وتقديم المرئيات في هذه المحاضرة هنا الطلب إقامة محاضرة تقول مشاركة وتقديم المرئيات ما الجهة المستقبلة والمسؤول أو اللقب الوظيفة هنا مثلا مكرم مدير مكتب التعليم حفظه الله جميل هنا في الشكوى وهنا في الطلب اثنان اكتب أحد الموضوعين اكتب الموضوع السابق إما الشكوى وإما وإما الطلب الذين خططهما مسترشدا من العناصر الفنية لاحظوا العناصر الفنية هنا الافتتاح اللي هي البسملة التوجيه والتحية العرض اللي هو الوسط طبعا هي مقدمة وسط وخاتمة موضوع الشكوى والطلب والأضرار المبررات ما تريد من المسؤول أن يفعله في الطلب ثم حدد ما ستفعله في المقابل حدد ما ستفعله في المقابل أيضا الاختتام هنا الدعاء اسم مرسل عنوانه التاريخ لاحظ هذه عناصر بإمكانك أن تكتب وإنه قلت أريد أن أغير مثلا موضوع الطلب أو موضوع الشكوى لكذلك أن تضع ما تريد من الموضوع تلخص فيه هم العناصر ثم مع ذلك ستكتب أحد الموضوعين الذين بدأت بها في البداية ملخص للطلب وملخص للشكوى اكتب نقول مثلا نحن ذكرنا ذلك نقول مثلا هنا المكرم مدير المدرسة المكرم مدير المدرسة وتضع هنا فراغ وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاحظ هنا افتاح البسملة التوجيه التحية افتاح البسملة التوجيه التحية بعد ذلك العرض العرض هنا نحيطكم علما بأننا نعاني من ضعف الإضاءة نحن نقول ضعف التكييف بإمكانك أن تقول ضعف الإضاءة بإمكانك أن تقول أي موضوع تريد المهم أن الطريقة في الكتابة في فصل هنا نظرا لتعطوا العدد من مصابيح الإنارة منذ ثلاثة أيام ولم يصلح العطل حتى وقت تحرير هذه الرسالة واحد موضوع ثم الأضرار ثم ماذا تريد الملخص الذي ذكر سابقاً الموضوع والأضرار ثم ماذا تريد ثم ماذا ستفعله أو حدد ما ستفعله في المقابلة لذا نرجو منكم التكرم بالتوجيه بإصلاحها ثم شاكرين تجاوبكم شاكرين تجاوبكم إمكانك أن تكتب ما تريد أن تم الموضوع ثم مع ذلك والله يرعاكم أبنائكم طلاب صف الثاني ثانوي ثم تكتب اسم برسل طبعاً وطلاب صف الثاني ثانوي هو العنوان والتاريخ المذكور أي تاريخ تريد أو تاريخ الذي كتبت فيه ذاك الطلب أو ذاك الشكوى يعني بهذه الطريقة تستطيع الكتابة والمهم أنها تأتي بيه بالعناصر في السداح ثم العرض ثم الإختتام جميل هنا ثالثاً كيف تكتب تقريراً؟ كيف تكتب تقريراً؟ لاحظ هنا التقارير في الأساس كتابة علمية تحتوي على معلومات وحقائق وإحصاءات تعرض بأسلوب علمي يتحرى فيه الكاتب فيه الصدق والموضوعية وإنما تعد أيضاً من الكتابة الوظيفية لأن معديها غالباً موظفون لأن معديها غالباً موظفون تستخدم لأغراض تطوير العمل وحل مشكلاته ولذلك ينبغي لمعد التقرير أن يجمع كامل المعلومات والإحصاءات والحقائق والأسباب و النتائج المتعلقة بموضوعه قبل أن يعد تقريره إذن تقارير في الأساس كتابة علمية تحتوي على معلومات وحقائق وإحصاءات معلومات وحقائق وإحصاءات تعرض بسلوب علمية تحرى فيه الكاتب فيه الصدق والموضوعية وإنما تعد من الكتابة الوظيفية هنا سبب لماذا تعد من الكتابة الوظيفية؟ هنا ذكر لأن معديها غالباً موظفون موظفون تستخدم لإغراض تطوير العمل وحل مشكلاته ولذلك ينبغي لمعد التقرير أن يجمع كامل المعلومات لاحظ كامل المعلومات والإحصاءات والحقائق والأسباب والنتائج المتعلقة بموضوعه قبل أن يعد تقريره جميل هنا كيف تكتب تقريراً؟ هذه هي الإجابة ألف اجمع المعلومات اللي لازمة لإعداد التقرير لإعداد تقرير عن لاحظ مشكلة هنا ذكرت مشكلة تأخر الطلاب الصباحي مشكلة تأخر الطلاب الصباحي في مدرستك هنا التأخر الصباحي هذا الإنوان معلومات وإحصاءات ستأتي بها عن مشكلة التأخر في مدرستك وأسباب التأخر الصباحي وأيضاً الحلول والتوصيات والنتائج والأضرار إذن معلومات وإحصاءات أسباب التأخر الصباحي الحلول والتوصيات والنتائج والأضرار هنا عن مشكلة تأخر الطلاب الصباح يكتب وابدأ بالكتابة بإمكانك كذلك تتعاون أنت وزملائك في ذلك هنا معلومات وإحصاءات لنفترض طبعا وسنكترك معلومات وإحصاءات بإمكانك أن تذكر معلومات وإحصاءات حقيقية تعود إلى وكيل المدرسة ثم تأتي بتلك المعلومات بإمكانك أن تكتب أيضا ما تريد مثلا عدد حضور الطلاب وهذه معلومات وإحصاءات عدد حضور الطلاب في الاستفاف الصباحي يبلغ مثلا 60% من عدد الطلاب مقارنة بعدد إجمالي 60% هذا معنى أن التأخر الصباحي مشكلة إذن 60% من عدد الطلاب إذن هنا في معلومات وإحصاءات بإمكانك أن تذكر ما تريد أنت أو تكتب معلومات الحقيقية لأنه لابد أن تجمع فيه معلومات وحقائق أسباب التأخر الصباحي من وجهة نظرك تذكر ذلك ما الأسباب تكتب الأسباب التي تتعلق بك أو التي قد عصرتها أو التي تسأل عنها أيضا زملائك وهكذا هنا التنظيم مثلا غير السليم الوقت هذا سبب أيضا التساهل الإداري أحيانا يكون سببا السهر في الليل أيضا هذا سبب من أسباب التأخر بعد منزل الطالب يعني يكون مثلا منزله بعيد فيتأخر أو يضطر لي التأخر إهمال الأسرة وهذا أيضا مشكلة مشكلات التأخر معناها في إيقاظ مثلا في الصباح الباكل هذه أسباب وأسباب كثيرة يمكن أن تذكر أسباب وزميرك يذكر أسبابا كلهم يدلي بوجهة نظره وهو تقرير هذا الهدف بعد ذلك ما الحلول والتوصيات وما النتائج والأضرار التي يترتب عليها يعني هذه المشكلة طيب لو قلت في الحلول التوصيات هنا استخدام الحوار عن أسباب المشكلة ولماذا هذا التأخر ثم بعد ذلك معرفة أيضا المسببات مكافأة المنضبطين وهذا أيضا من أسباب حتى البقية يكون لهم حافز في الانضباط أيضا إشراكم في الأنشطة ومعرفة ميولهم ورغباتهم معرفة ميولهم ورغباتهم أيضا مشكلاتهم التي بعضهم يعاني مشكلة أو بعد منزل إلى آخره النتائج والأضرار مترتب على هذا التأخر تأكيد أنك تذكر نتائج كثيرة ترتب عليها ومن ضمنها التأخر الدراسي لأنه قد تفوت حصص كثيرة في التأخر الصباحي فقد يتأخر دراسيا كذلك اضطراب النظام الدراسي تضطر المدرسة إذا كان مشكلة كبيرة يكون هنا عدد متأخرين كبير جدا ولا يكون هناك الضباط أيضا في المدرسة ويشغال الجهاز الإداري وتسجيل التأخر وما إلى ذلك وهذا أيضا من ضمن الأضرار والنتائج التي يتوصل عنها أو يكون فيها هذا المشكلة تتأخر الطلاب الصباحي بمكانك أن تذكر ما تريد وهذا نموذج فقط لذلك هنا بقى خطط لكتاب التقرير كالسابق مستعينا بالموجهات الآتية الافتتاح طبعا هو التأخر الصباحي ما زلنا فيه خطط له هنا تستطيع تخطط الافتتاح عنوان توجيه عرف بنفسك أسباب كتاب التقرير إجراء الإعداد لذلك والمقدمة ستذكر عن أهمية الطابور الصباحي مشكلة التأخر الصباحي في مدارس عموما وحجم الظاهرة في مدرستك هنا في العرض أعرض ما توصلت إليه من معلومات وإحصاءات وأسباب ونتائج في الخاتمة أسرد ما توصلت إليه من حلول وتوصيات طبعا الأرض بإمكانك أن تعرفت المشكلة هنا قد يوني على الأرض بإمكانك كتابتها فقط هذه المشكلة في الافتتاح تقول مثلا التأخر الصباحي في المدارس هذا عنوان الأسباب والحلول معد التقرير ثم تعرف بنفسك طبعا فلان بمفلان الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبعد أسباب كتاب التقرير بناء على تكليف مثلا المدير المدرسة يسروني تقديم تقرير عن التأخر الصباحي في المدارس وتذكر ما الذي ستقدمه وهنا أسباب ثم بعد ذلك إجراء الإعداد بعد ذلك المقدمة في أهمية الطابور الصباحي ومشكلة التأخر الصباحي في مدارس وحجم الظاهرة في مدرستك وحجم الظاهرة في مدرستك هذا عن مشكلة التأخر الصباحي ويمكنك تقول مثلا تحرص المدرسة على تفعيل الطابور الصباحي لما له من دور ضروري في النجاح اليوم الدراسي تتعدد أهدافه ما بين تربوية وبدنية ووطنية ونحن نسعى إلى غرسها في نفوس أبنائنا الطلبة نهجا وسلوكا هنا تذكر حجم الظاهرة وكيف أن المشكلة تتأخر الصباحي وكيف كان في المدارس بعد ذلك ما الذي توصلت إليه من حلول وتوصيات في الخاتمة تقول مثلا إجراء مسابقة هذا من ضمن الحلول إجراء مسابقة بعنوان الطالب المنضبط الطالب المنضبط كذلك مثلا عمل برنامج عن التأخر وتكريم الطلاب على أقل تأخرا أيضا لحافظ وتكثيف اللوحات الإرشادي وهذا من ضمن حلول التوصيات وإمكانك تكتب ما تريد لكن هدف هنا الثالي كيف تكتب أو طريقة كتابة التقرير أو الخطط كيف تخطط كتابة التقرير جميل هنا جيم ابدأ في كتابة التقرير متقيدا بالترتيب الصحيح متقيدا بالترتيب الصحيح الافتتاح المقدمة العرض الخاتمة ثم تقول مثلا تخيل أنك مقرر لجنة النشاط في المدرسة كتابة محاضر الجلسات هنا التقرير أنك مقرر لجنة النشاط في المدرسة املاع نموذج ثم بدون استنتاجاتك هنا محظر الاجتماع في يوم تذكر اليوم والتاريخ تم الاجتماع ورئاسة هنا ستكمل ذلك ثم بعد ذلك الاستنتاجات التي يجيب المحضر عن الأسئلة الأسئلة المعروفة في الكتابة الوظيفية نبدأ في محضر الاجتماع في يوم مثلا 12 تكتب التاريخ 644 تم الاجتماع الأول والثاني برئاسة مدير المدرسة هنا ستكتب ذلك في محضر النشاط وحضور عدد الأعضاء مثلا حضور 14 عضوا وغياب كل من ستذكر مثلا من غاب من الأعضاء مثلا أستاذ أحمد أستاذ فهد إلى آخره نوقش في الاجتماع جدول الأعمال ستذكر ما هو الجدول الذي نوقش في هذا الاجتماع ستذكر خطة عمل النشاط هنا أنك مقرر لجنة النشاط خطة عمل النشاط المشاركة في الفعاليات أيضا المسابقات الثقافية من ضمن أنشطة في أمدارس وأيضا أعمال الفنية أهم القرارات والتوصيات ما يأتي ستكتب أيضا بعض القرارات والتوصيات التي توصلتم إليها في هذا الاجتماع إعداد مسابقة مثلا للطلاب وأقول مثلا إقامة دورات كذلك للطلاب ورست مبلغ مالي لتقطية المصروفات بعد ذلك الأعضاء الرئيس اللي هم مدير مدرسة والأعضاء ثم تذكر أسماء الأساتذة أو أسماء من حضر في لجنة النشاط من حضر في لجنة النشاط بعد ذلك وهذا هو الهدف للسنتاجات يجيب هنا المحضر عن الأسئلة الآتية أو بداية لاحظ من هنا ذكر من؟ المقصود من هنا؟ المقصود به رئيس الاجتماع المقصود به رئيس الاجتماع من؟ الأراد الاجتماع كذلك هنا متى الوقت عقد الاجتماع أيضا من؟ ومتى عقد الاجتماع ولما؟ هنا سأل سباب عقد الاجتماع وإذن هنا في عقدها وكذلك ما؟ المحاور هنا ما وماذا والمحاور التي نقشت في الاجتماع وخمسة أين عقد الاجتماع المكان أين؟ إذن من؟ ومتى ولا؟ ولمى؟ وما؟ وأين؟ وما؟ وأين؟ هذه هي الأسئلة التي يعني فيه وفيه السؤال السادس ما أيضا هنا ما القرارات والنتيجة التي توصل إليها قرارات والتوصيات التي توصل إليها في هذا الاجتماع جميل هنا خامسا كتابة الخطب المحفلية كتابة الخطب المحفلية تبدأ المناسبات الكبيرة وتختتم بحفلات خطابية بحفلات خطابية يلقي فيها المسؤولون والمشاركون كلمات افتتاحية وختامية تتضمن موضوع المناسبة أهدافها وأعمالها ونتائجها إنك تشاهد مثل هذا الحدث كثيرا وربما أتيحت لك الفرصة للمشاركة في بعض المناسبات مستقبلا فكيف تبني خطبتك الخطبة المحفلية هنا كيف تبني خطبتك جميل لاحظم معي هنا تأمل عناصر فنية لخطب المحفلية وخطوات كتابتها وناقشة مع زملائك خطب افتتاح وخطب اختتام خطب اختتام نفس العناصر مقدمة وعرض وخاتمة كذلك هنا مقدمة وعرض وخاتمة هنا المحتويات الأساسية التوجيه في المقدمة في خطب الافتتاح توجيه رعاة الحفل والتعريب في موضوع الحفل وبيان أسباب إقامة الحفل وبيان أعمال الفعالية ونتائج في الخاتمة في الافتتاح كلمة شكر وتمني التوفيق وتمني التوفيق وتحية ختامية في خطب الاختتام التوجيه هنا تسمية رعاة الحفل المرتبية بحسب درجاتهم وظيفية والترحيب بهم والعرض هنا تعريف موجز بموضوع الحفل ودواعيه وبيان تفصيلي بما تم وكذلك ببيان النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها في الخاتمة كلمة شكر رعاة الحفل وتحية ختامية خطوات الكتابة هنا سواء خطب الافتتاح وخطب الاختتام جمع المعلومات تعرف على رعاة الحفل والقابهم درجات وظيفية ورتبهم بناء على ذلك موضوع الحفل أو المؤتمر أسباب إقامة الحفل الأهتاف التي يريد تحقيقها وفعالية الحفل وجهة الأعمال اثنان أرسم مخططاً الخطبة يجيب عن من وماذا ولماذا وكيف ثالثاً الكتابة الأولية ركز اتمامك على تغطية جميع ناصر الخطبة ودقة العبارة ووضوحها رابعاً نقح نقح الألفاظ بناء الجمل و أساليب التأثير ثم تدرب على الإلقاء هذه هي أهم قطوات الكتابة هنا خطط لخطبة محفلية لأحدى مناسبات اقتتام النشاط المدرسي مجلس الآباء تكريم الفائزين بما سابقة حفظ القرآن مناسبة للموطن اقتتام في عالية أسبوع القراءة الجميع أو أي مناسبة تريد ونحن سنختار مثلاً هنا في تكريم الفائزين في حفظ القرآن الكريم سنخطط لها من الحضور ماذا الموضوع كيف سلوب العرض و لماذا هنا الأسباب من تقوم مثلاً يحضر الحفل مشرف في الدراسات الإسلامية في مكتب و الكادر التعليمي في المدرسة الطلاب و أولياء الأمور ماذا الموضوع هنا تكريم تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة القرآن الكريم كيف هنا في طريقة سلوب العرض طبعاً ستذكر ذلك استشهاد بآية أو حديث عن فضل القرآن و حفظه لماذا هنا الأسباب و الأهداف لهذا الحفل أو لهذا التكريم هنا تقول تكريم مثلاً الطلاب الفائزين هذا من أسباب و الأهداف كذلك تحفيز الطلاب الذين لم يشتركوا و أيضاً تقديم نماذج من الطلاب قدوات لزملائهم قدوات بما بأنهم حفظوا القرآن الكريم جميل هنا أكتب خطبتك كما خططت لها مستوفي العناصر ممكن أن تكتب زملائك كذلك تكتب ثم تدرب على القاية ثم أسمعها زملائك و هذا نشاطه منزلي تذكر أن زملائك سيقومون آداء آداءك بحسب البطاقة وهذه بطاقة التخويم البطاقة التخويم الآتي بطاقة التخويم خطبة هنا استمع لآداء زملائك ضع درجة من خمسة لكل منهم تحت كل مهارة مما يأتي يجمع الدرجات و يحدد الفائز تذكر الاسم ثم استيفاء عناصر الخطبة التي عرفناها و أيضا جودة أسلوب العرب كيف عرب سنتذكر من درجة من خمسة و الجرأة و الطلاقة و صحة اللغة و علامة الضبط صحة اللغة و الدرجة النهائية كم يستحق ثم استكتب ذلك طبعا أنه عنده كل اسم أمكانك أنت ستقيم زميرك كذلك هو سيقيمك و هكذا هذا ما أردنا أن نريده في هذا الدرس و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين